وما زال سباق الذكاء الاصطناعي مستمر بين الشركات المختلفة كل يوم في جديد وفي الآخر دايماً بقول المستخدم هو المستفيد رغم الأدوات الكتيرة والنماذج الكتيرة اللي ممكن تكون ملغبطانة واللي ممكن ما نكونش فيه وقت كافي إن إحنا نحكم على كل نموذج بشكل أكيد ولكن أنا دايماً بقول إن إحنا كمستخدمين مستفيدين من هذا السباق السريع والنماذج اللي كل يوم بتطلع علينا بشكل مستمر النهاردة حكلمكم عن شركة صينية اسمها مونشوت كلمت عنها من قبل وكلمت عن كيمي كي 1.5 من قبل ويقال أن هذا النموذج بنافس عمالقة زي جي بيتي 4.1 جيميناي 2.5 كلود 4 وديب تيك لسه حنشوف مع بعض النهاردة هل الكلام ده حقيقي ولا لا من خلال التجربة العملية على منصة كيمي.com تعال كده نتكلم بشكل سريع إيه هو كيمي كي 2 ما ترحوش في أي حتة هنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية علشان نتعرف على كيمي كي 2 متابعي قناة انفو تكفر يو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيمي 2 هو نموذج ميكسر أوف أكسبرتس بقدرات خارقة زي ما بتقول الشركة بيحتوي على تريليون برامتر شكل إجمالي منها 32 مليار نشط في كل تنفيذ وقدم أداء متميز في اختبارات زي يومين إيذال وإي سي إي بي بنشمارك ماس وغيرها من الاختبارات الأخرى وهو مصمم للقيام بمهام متعددة استخدام الأدوات تحليل خطوات المعقدة نقدر نقول عليه أجنتيك موذل النسخ المتاحة من النموذج عندك كيمي كي 2 بيز نسخة أساسية للبحثين والمطورين قبل لي التخصيص والتدريب وأيضا كيمي كي 2 أنستركت وهي نسخة دردشة جاهزة لاستخدام في التطبيقات العامة والوكيلة وسريع الاستجابة جدا وده بيوضح أن النماذج المفتوحة المصدر وصلت لمستوى موذل الأداء في المقارنات والاختبارات بيتفوق على نموذج زي ديب سيك برجان 3 وكوين 3 وأحيانا كلود صونت بيقدم أداء جيد جدا في البرمجة التنافسية والرياضيات والاستام أهم نقطة أنه سعره أرخص بكتير من النماذج المغلقة الإمكانيات بتاعته أولا ممكن أنه يولد وجهة مستخدم جيدة جدا واحترافية أيضا ممكن أنه يحل البيانات في بعض الأمثلة خاصة بتحليل بيانات رواتب بيخرج تقارير ورسوم بيانية في وجهة مستخدم متكاملة بينشئ ألعاب ممكن أنه يبني نسخة 3D مثلا عملوا مثال على ذلك من ماينكرافت وبالنسبة للتكلفة والوصول للنموذج ممكن توصل للنموذج زي ما هنجربه النهاردة عبر منشاط إيش هاتبوت أو أن أنت تحمل الأوزان من خلال هاجينج فيس بالنسبة للتكلفة والوصول للنموذج إن شاء الله النهاردة هنجربه على كيمي دوت كوم وأيضا تقدر أنت تحمل الأوزان المختلفة من هاجينج فيس وتشغله بشكل لوكالي أو محلي على الجهاز بتاعك باستخدام أدوات زي أولاما أو الام ستوديو بالنسبة للتكلفة 0.15 دولار لكل مليون إنبوت توكنز ومع ذاكرة طبعا تخزيمه أقت و2.5 دولار لكل مليون أو إنبوت توكنز ولكنت مطور تقدر تستخدمه عبر كيلو كود للحصول على رصيد مجاني بقيمة 20 دولار لاختبار الـ ABI بالنسبة لي التجربة العملية دلوقتي حننتقل إلى هذه التجربة العملية ولكن بنقول لك تايني بشكل سريع كيمي كيتو بيقدم لك بديل مفتوح المصدر بالنسبة للنماذج المغلقة هو يعتبر منافس قوي جدا يلا بينا نشوف التجربة العملية ورجعنا على موقع كيمي دوت كوم للتطبيق العملي حطت لك طبعا الرابط في الوصفة أسفل الفيديو حنبتدي أول حاجة إن إحنا نجربه كوكيل ذكاء استناعي هنا حبتدي أحط أول مثال طبعا هنا لو أنت روحت على Tools حتلاقي الـ Search متفاعل وهنا Extended Thinking لو أنت اخترتك كيتو هنا كيتو مش بيسابورت الريزنينج مود عشان تكون برضو عارف النقطة زي هنا حبتدي أحط المثال بتاعي طبعا أنا وقفة على كيتو هنا في إمكانية التنقل ما بين كيتو وكي 1.5 هنا قلت له إيه؟ أنت مساعد في طرازي أنا عايزك تنفذ المهام بالترتيب وباستخدام الأدوات بتاعتك ابحث عن أحدث ثلاث مصادر موثوقة 2024 و2025 بتتكلم عن تأثير ذكاء الإصناعية الإنتجية في أماكن العمل لخص أهم خمس نتائج من هذه المصادر قم بإنشاء عرض تقديمي مكاوم من شرائح عنوان مقدمة نتائج توصيات خاتمة اقترح عنوان جذاب للعرض اكتب بريد إلكتروني رسمي إلى مديري واسمه مثلا أحمد السيد ترفق فيه العرض وتشرح فيه النتائج باختصار وتطلب رأيه تعال نشوف حينفذ الموضوع ده إزاي هنا هو بيبتدي يدور في الويب السرش 20 ويب بيج دور فيهم بيبتدي بعد كده زي ما احنا شايفين أحدث ثلاث مصادر موثوقة من العشرين بيبتدي حطهم دي أول خطوة من الخطوات اللي طلبتها منه ابحث عن أحدث ثلاث مصادر موثوقة لخص لي بقى هنا أهم خمس نتائج من هذه المصادر هلخص لي بقى النتائج أنا يعني يم تابع معاك كده خطوة بخطوة أنا عارفة إن مدة الفيديو حتطول ولكن عايزك تشوف الموضوع بشكل عملي هنا لخص أهم خمس نتائج هو هنا ملتزم بالخمسة زي ما انتو شايفين كده حيبتدي عرض الشرائح خمس شرائح الشريحة الأولى العنوان الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل هتبقى ثورة الانتاجية المقبلة المقدمة حيبدين المقدمة حيبتدي إن أنا بقى أعمل بعد كده الشرائح بالطريقة اللي هو عطيهولي أو بالكونتنت اللي هو عطيهولي الشريحة التالتة فيها النتائج وإنت ممكن تاخد التابل كوبي وتحطه في مثلاً الباور بوينت على سبيل المثال الشريحة الرابعة التوصيات وبعد كده الشريحة الخمسة هو هنا حط العنوان زي ما احنا شايفين الجذاب الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل نفذ برضو موضوع العنوان الجذاب بعد كده حيبتدي يديني البريد الإلكتروني وزي ما احنا شايفين آدي البريد الإلكتروني السيد كذا يحية طيبة أرفق لكم عرض حاجة في منتهى الجميل ونفذ لك اللي انت عايزه كوكيل ذكاء الصناعي أو مساعد افتراضي زي ما احنا شايفين تعالوا نشوف مثال تاني بعد كده بقى حيبتدي نحنا نستخدمه في توليد ألعاب بسيطة الهدف أختبر قدرته على البرمجة المنطقية والتفاعل مع عناصر الألعاب نخليك تبلي كود HTML وجافا سكريبت لإنشاء لعبة بسيطة اسمها Flabby Bird أو لعبة تحريك شخصية تقفز فوق أي عقبة بتلاقيها تعالوا نبص مع بعض على هذا المثال اللي احنا هنجربه مع بعض حبتدي هنا أحط الأمر بتاعي وحبتدي إن أنا أدوس Enter هو مطول شوية ولكن أنا شايفة إنه هو يعني مهتم جدا بتفاصيل وبعد خلص الـ HTML دخل على الـ Script وأعتقد أنه هو على وشك تم الانتهاء من كتابة الكود حبتدي أدوس على الـ Preview علشان أشوف التنفيذ وبص التنفيذ إحنا هنا بنختبره فيه البرمجة المنطقية المفروض أن أنا يعني أعرفش ألعب الحاجات دي بصراحة غط المسطرة أو انقر للقفز لو ضغط المسطرة على الكيبورد من المفترض إلعب مرة أخرى أيوة أهو يعني بحاول مش عارفة بصراحة مش عارفة ألعبها ولكن يعني قلولي هل تم تنفيذ اللعبة بشكل جيد ولا لأ ياريت أسمع رأيكم في التعليقات تعالي بقى نختبره فيه الكتابة والكتابة هنا المرة دي عايز أختبره في اللغة العربية لأنه هو النماذج الصينية بشكل عام فيه مشكلة مع الكتابة باللغة العربية فأنا هختبره في الكتابة اكتب مشهد سينمائي من فيلم خيال علمي تدور أحداثه على كوكب المريخ يتضمن حوار بين رائد فضاء وذكاء اصطناعي الهدف اختبار الخيال والسرد وتوليد الحوار بأسلوب درامي هنا الهدف إن أنا أختبر الخيال والسرد ولكن هنا نكذلكو الهدف من هذا المشهد السينمائي إن أنا أختبر الخيال السرد توليد الحوار بأسلوب درامي وحبتدي إن أنا أدوس انتر ونشوف هنا عنوان المشهد الصمت الأحمر يعني مش عارفة إيه الصمت الأحمر ده بس أوكي النوع خيال علمي قصير إضاءة مزرقة كاميرا ستيدي كام تتحرك على ثكة دائرية ببطء شديد مفروض قاعدة يعني المكان قاعدة تأثير سبعة المهجورة في وادي مارينرز الكوكب الأحمر الزمان عام 1989 بعد 72 ساعة من فقدان الاتصال بالأرض الكاميرا تطفو فوق سطح المريخ العاصف تظهر قاعدة شبه مدفونة تحت طبقة من الغبار الناعم دي لقطة واسعة قطع إلى الداخل خد بالك وبيعمل لك مشهد سينمائي غرفة القيادة المظلمة شاشات ميتة أسلاك متدلية لأن المفروض بقى الموضوع ده مهجور رائد الفضاء ياسمين صادق 38 عام تدخل ممسكة بكوكب صغير من الأكسوجين المتبقي في استواناتها خوزاتها مرفوع إيه بقى بكوكب صغير من الأكسوجين دي أنا مش عارفها بصراحة يعني بص خد بالك ما زالت ما زالت النمازج الصينية عندها مشكلة في الكتابة مش حاجبني الكتابة يعني زي ما انت شايف كده في اللغة العربية ممكن لو باللغة الإنجليزية كان ممكن يديني حاجة أفضل أعتقد يلا بينا نشوف حاجة تانية ما نضيعيش بقى وقتنا في الجزئية دي تعالي بقى نجربه في تصميم واجهة لصفحة هبوط هنا هقوله أنت مطور وجهات محترف front-end developer أريد منك إنشاء صفحة هبوط landing page الموقع تعليمي حديث يستخدم الذكاء الاصطناعي لتخصيص تجربة التعلم استخدم HTML, CSS, JavaScript فقط تصميم الصفحة يجب أن يكون بسيط وآنيق قضف تأثيرات حركية عنوان جذاب لتستخدم مكتبات خارجية اكتب الكود كامل استخدم اللغة العربية في النصوص داخل الصفحة اجعل التصميم متجاوبا قدر الإمكان وحبتدي أدوز enter ونشوف النتيجة تم الانتهاء من كتابة الكود هدوز preview ونشوف تعلم بذكاء تقدم بثقة نقدم لك تجربة تعليمية مخصصة بالكامل باستخدام أحدى استقنية الذكاء الاصطناعي لتسريع رحل التعلمك وتحقيق أهدافك بكفاءة ابدأ الآن مجانا المميزات تخصيص ذكي تعلم أسرع من نحن تواصل معنا يعني هنا بقى في التنقل تواصل هو المميزات بس يعني هنا هو منفس الموضوع بالشكل بصراحة اللي أنا كنت أخرى المرة دي أنا متعمدة أن أستخدم اللغة الإنجليزية علشان يعمل لي وان بيج ويبسايد لليرنج بلاتفورم اسمها اعتقد أن احنا من قبل كنا جربنا هذا المثال مع نمازج كتير وحبتدي أدوس انتر ونشوفه بقى هنا حينفز لي الموضوع إزاي أنا هنا عطيته تفاصيل كتيرة جدا للوان بيج ويبسايد علشان ينفزها حشوف كده لما أنا أديله التفاصيل خطوة بخطوة وزي ما وردتها كده باللغة الإنجليزية النتيجة هتكون إزاي عشان أقدر حكم عليه حكم صحيح تم الانتهاء من كتابة الكود حدوس على البريفيو عشان نشوف بما أني عارفة تنفيذ الصفحة مع بعض النمازج الأخرى فهو تقريبا زي ما احنا شايفين كده تنفيذ بتاعه حلو كل اللي طلبته في الأمر تم تنفيذه أعتقد الموضوع مختلف لما أنت بتديله تفاصيل كتير وبتديله الأمر باللغة الإنجليزية أعتقد بيكون فهمه أكتر تعالى نشوف آخر مثال معنا النهار آخر مثال هو اختباره في التعليم والتفسير فهنا حطلب منه انه يشرح لي نظرية فيثاغورس لطالب في الصفة السادس باستخدام أمثلة واقعية ورسومات توضيحية إيه الهدف تقييم قدرته على تبسيط المفاهيم وتقدمها بشكل تعليمي جذاب ومفهوم هبتدي أول انتر ونشوف مع بعض النتيجة تم الانتهاء من الشرح نظرية فيثاغورس بيشرح خد بالك وبيشرح هنا لطالب في الصفة السادس فالشرح هتلاقيه مفسر وسهل وبسيط وسلس وعاطي مثال واقعي زي ما احنا شايفين ومثال واقعي آخر بديك النتيجة ليه وحيفصرها لك حيديك زي ما احنا شايفين ارسم مثلس قائما الموضوع كمان فيه يعني فيجول أو صور حتى لو كانت بسيطة ممكن تاخدها كابي نشاط عملي سريع بيديك كمان نشاط عملي سريع والخلاصة ما انا شايفة انه تنفيذه جيد في عملية التفسير والتعليم وكده نكون وصلنا نهاية فيديو النهاردة تقدر تجرب بقى كل اللي انت عايزه النموذج مجاني بالكامل على كيمي دوت كوم كي تو طبعا تكون استفادتم فيديو النهاردة ده انا بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت لو كنتم من متابعينا العزاء ولكنت بتشوفنا الاول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته